وضع المسكن المؤقت للمشكلة الأزالية الرئيسية للشعب الكويتي نحن على أقل تقدير النواب إن شاء الله اللي يخافون الله سبحانه وتعالى في الكويت وفي أهلها ما نتعامل مع القضية الإسكانية كمادة انتخابية يصير وقت الانتخابات ونروح يقول عندنا مشكلة إسكانية ولازم نحنه ولازم كذا ونقع ثلاثة أربع سنين نايمين على الموضوع لم ينحل المجلس أو تنتهي مدته الآن هذا حل جزئي مؤلم لكن لا بد من نحن نوافق عليه نوافق عليه على مضض نوافق عليه موافقة الكاره ليش لأن انت عندك عشرين ألف كأقل تقدير موجود ومرصود والمبلغ المرصود اليوم يغطي إذا خذناها على سبعين ألف مو مئة ألف ثلاثين ألف تدفع التجارة هذا رح يغطي 11 ألف وأربعمية يعني في أفضل أحوال طيب البقية طيب في المستقبل شنو راح تسوون الحكومة خلال عشر قوانين قدمتها كانت دائما الحل عندها أن ترفع رأس المال أو تضخ فلوس هذه عشر قوانين قدمت من الحكومة هل وضع حل جذري؟ لا موضح حل جذري هل الحل جذري أو القضاء على هذه المشكلة؟ مسؤولية النواب، مسؤولية الجهة التنفيذية، اللي ما قدمت حل اليوم من أين راح تأخذ هذه المبالغ؟ ثلاثمائة مليون أو خمسمائة مليون؟ منين؟ والله من الصندوق الكويتي للتنمية، طيب الصندوق الكويتي للتنمية فيه ثلاث مليارات ومئة مليون أنا أكلمكم عن بيان رسمي صادر منه في عشرين عندهم ثلاث مليارات ومئة مليون بمعنى آخر يستطيعون بموجوداته بوجود وزير المالية أنه يغطون ويقضون على المشكلة الإسكانية اليوم، شاللي صاير؟ هل الهدف والغرض كالعادة للأسف مراعاة الدول الأخرى؟ لا في شيء أسوأ في شيء أسوأ من مراعاة الدول الأجنبية، شنو؟ القطاع الخاص في الدول النامية يا جماعة هذا قايلته، صندوق الكويتي للتنمية قايل هالكلام في رؤية العشرين خمسة وثلاثين يقولك أنا راح أسعى أني أغطي وعالج القطاع الخاص في الدول النامية لا بدأوا بشركوا منهم بدأوا، بدأوا مباشرة عطوا تونس، القطاع الخاص في تونس ثلاثين مليون دينار، وأعطوا القطاع الخاص في السودان خمسة وعشرين مليون دينار طيب، وقضية مثل هذه يا جماعة، مثل ما قلت ما عندهم هذه الرؤية اليوم مثل ما قلنا موافقة الكارث لمحاولة معالجة جزء بسيط من المشكلة لكن أحمل هذا بالكامل للحكومة وعلى رأسها وزير المالية اللي سبحان الله في يوم من الأيام أرادت الحكومة أن تخفض رأس مال بنك التسليف اللي هو الاتمام من مئة مئة مليون إلى ثمانين مليون فقام أحد فرسان مجلس الأمة في أربعة وسبعين وكان للحكومة رغم بأنها ترفع القرض الإسكاني للي عنده سيولة أكثر عاد هذا علشان ينشئلك فعلاً فواصل وفارق في المجتمع وقف أحد فرسان وقال إحنا ما نقبل هذا هذا راح يكون عمل غير صالح هذا كان النائب العمل فاضل رحمة الله عليه محمد الرجيد هذا كان كلامه اللي اليوم ولده وزير مالية كذلك بدر المضاف كذلك غنام الجمهور الله يقومه بالسلامة كذلك عيسى الشاهين كلهم كان لهم مواقف في اليوم التاريخ يذكرها بغض النظر عاد إذا ما كان عندهم أغلبية ذلك الوقت وأن الحكومة مشت اللي تبي لكن إحنا نقول لكم هذه أزمة أنتم اليوم مسؤولين عن حلها إذا صار في قانون شفتوا اليوم الجماعة أغلبهم حاضرين واللي محاضر ود أن يحضر عشان يشارك يكون اسمه موجود إنه ساهم في هذه القضية كقانون إحنا راح نكون موجودين لكن نعب التفكير ووضع الخطط وكذلك حل هذه المشكلة يكون على منه راح يكون على الحكومة مشتركة من وزير مالية ومن وزير اسكان إن شاء الله نثق فيه وإحنا اللي قدمناهم والوزر النواب أنا شوف الكثير ينتقدهم لا هذا كان في إطار اتفاق كان مشاركتهم بناء على الحوار الوطني وطلب من النواب بمشاركتهم وإحنا نعتقدهم راح يمثلون خير تمثيل لكن نقول لهم اليوم لا تخيبون ظننا لأن بعد الله سبحانه وتعالى أنتم أملنا وهذه المسألة إن ما حليتوها عن طريقكم إحنا ممكن نصعد فيها لأبعد حد ترجمة نانسي قنقر